ما ينفعش ان انا شوفها ان هي مساعدة ليا في الحقيقة ومش زوجة وما ينفعش ان هي تشوفه ان مهمته بس هو خدمتها وتوفير الامال لها وان هو يكون دايما بيربي احتياجاتها ويربي رغبتها بدون ما تشوفه ان هو زوج وهو كمال لي احتياجاته فهو عايز يبقى زوج وهي مش عايزة زوج كل واحد بيعمل ايه؟ بيعزف على وطر الاحتياج وما يشوف سكته هي عايزها اب وعايزها المساعدة او سعد يبقى عايز على الام اللي هي تحن عليه واتدلعه بس النوع ده من الناس مش بيقدروا ياخدوا قرارات لانه دايما بيكون شايف فكرة لا بحبك ولا بقدر على بعدك اللي هي هو انت بتلبح لي احتياجاتي انا مش هقدر استغنى عن الاحتياجات دي يبقى لهم قادرين يكملوا ولا قادرين كمان يعيشوا حياة عيدة وكل واحد فيهم مش عايز يتوقف عايز الشخص ايه اللي يحصل يحاول بقدر الامكان هو اللي يتحرك ويكون هو محور العلاقة هو ده اللي هيرضيه كل واحد فيهم عايز ان هو يبقى محور العلاقة احيانا بيكون فيه قرار بالانهاء ولكنه مؤجل مؤجل ايه؟ لغاية محد من الاتنين هو اللي يختار الانهاء ويفضل مدة طويلة جدا انا شفت في الاشياء الزواجي ناس عايشين مدة طويلة جدا وبيعملوا حاجات وبيبتعدوا عن بعض وما يبقوش مع بعض وما يفضلوش متجاوزين يعني ما يفضلوش متجاوزين مش في بيت واحد ومش هو بيصرف عليها لكن هي موجودة ليه؟ عشان ساعات بيبقى فيه لتزام أخلاقي وساعات بتبقى الجوازة دي يا بيتة كمان أولاد وكمان الاحتياجات بالمناسبة على فكرة هنا مش بقول ان بقاء الناس في الجواز بسبب الأولاد ده تسيء بس انا بقول ان هو ده اللي بيحصل الاحتياج مش معنى سلبي ومش نقص على فكرة الاحتياج مهم وفطرة وبنا فطرة الانسان عليها وهو اللي بيشكل الدوافع والسلوك عند الانسان حتى ده ممكن نشوفه بشكل صحيح لما بنشوف هرم ابراهيم مازل لكن مهم اننا ندير هذه الاحتياجات بشكل صح والوصول الى ما بعد الاحتياج وما حدش يبص على ده على انه اهانة ففكرة ان الناس اللي بتقول انا مش جاي الب احتياجاتي لحد ده فكرة غير صحيحة احنا الاحتياجات بتاعتنا صحيح احنا مش جايين عشان نلب بيها بس صحيح احنا ما بدنا احتقرهاش لان الاحتياجات دي شيء محترم وشيء بيحفزنا عشان نكمل الحياة مع بعض فانا صحيح مش مراضي ان انا اشبع الاحتياج لكن مراضي ان انا اعمل ايه ان انا ادير الاحتياج ويحفزني ولو ما نشوف زيجات حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعد الزيجاته وكأنه صلى الله عليه وسلم بيقولنا لاي حد عنده فوارق بينه وبين شريك حياته بص لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وشوف حالة التقبل انا نقف شوي يبقى اول مفتاح التقبل والتكامل اللي كان بينه وبين زوجاته صلى الله عليه وسلم وحاجة تانية حضرة النبي بيعلمها لنا مع الفوارق في السن الفوارق في المستوى الاجتماع فوارق دي كلها بيعلمنا ايه ان ادارة الحياة تقدر تاخد اي مختلفين في الاهداف الزواجية واي ناس مختلفين في الاحتياجات واي ناس مختلفين الى بر الامان لو اداروا حياتهم الزواجية وانا اقول لكم على تلات امور ممكن نعملها عشان نستفيد من هذا التنوع والاختلاف اللي ما بين انمطنا الزواجية اشتركوا في القناة